تسمع عن كورا السلوجن بتاعه The best answer to any question أحسن إجابة لأي سؤال كورا ده عبارة عن متخش تلاقي النيوز فيد فيها أسئلة كتير والناس ما جاوب عليها طيب ليه هم بيتدعوا ان هم عندهم أحسن إجابات لأي سؤال لأن الإجابات دي بتاخد تصديق من الكميونيتي نفسه فصح وغلط ده بيبقى نابع من رأي المجتمع فأصبحت الإجابات اللي ليها مصداقية أكبر بتبقى دايما فيين فوق في الطاب من ضمن الطابيكس اللي أنا متابعها هي الدين والإسلام وربنا فطبعا لأن الويب سايت بالإنجليزي بس أما حد بيسأل هو فيه ربنا ألا لأ طب الإسلام ده راجعي ألا الأديان ده راجعية فما أعظم الناس اللي بتخش بتاخد لايكس وفالوز واتفوتس ومش عارف إيه هي الناس الـ لأنه هو معظمه ومليان ومعظم العالم كله يعني الإجابات نفسها بتبقى غلط بس هي صح بالنسبة للـ فأصبحت الإجابات الغلط بتعبر عن الرأي العامة رغم أنها غلط وهي دي نقطة إن العامة مش عارفين فالمشكلة إنه مفيش ناس إحنا بقى إحنا مش موجودين إحنا مش جوه للمجتمع ده والمجتمع ده للأسف بيعبر عن معظم أراء الناس اللي في العالم ولا الإجابات بسيطة يعني بيسألكش مثلا عن المراث وإيه حكم المش عارف إيه بيقولك إيه هو الحجاب ده عبر عن إيه طب يا جدعان هو الدين الإسلامي ده بيقهر النساء ولا لأ أسئلة سهلة جدا واللي بيخش يجاوب عليها للأسف ناس مش مسلمة وبترزع إنت أساسا كواحد مسلم فرض عين عليك إن إنت تعمل دعوة ومش الدعوة بقى إيه مش يعني مش يعني مش يعني مش يعني تقعد تعمل بقى الدعوة الأولد سكول بقى بتاعت إن إنت تروح تتعلم في اللازهر وبعدين تاخد شهادة وتاخد إجازة طبعا مش بقلل منه ولا حاجة بس فيه طرق تانية حديث بيقول تبلغوا عني ولا وقاية هلو أنا جاي خاص ان شو الله الموضوع أشبه زي اللي حصل دلوقتي بالزبط إن أنا مش فاضي وعد أكلمني ولازم أمشي لو فضلت مستني حد لما الدنيا تهيق بقى وبتاع عشان أعمل فيديو عمري ما هلحق إن أنا أعمل فيديو مكتمل وعلاي وقت ومش عافية فاللي هو لو جات لك فرصة صغيرة جدا اعمل الحاجة المتاحة فإنت دلوقتي جات لك فرصة إن إنت تروح الويب سايت ده وتجاوب على شوية أسئلة وتعمل الدعوة البسيطة اللي ربنا طالبها منك دي وتجاوب على حاجات سهلة قوي بالنسبة لك ومش تاخد منك وقت فالموضوع أشبه بالدعوة الإكسبرس يعني يهي الدعوة الإكسبرس يعني في الإنجاز يعني اللي هو الموضوع الحياة بقت أسرع بكتير من إن إحنا نقعد لسة وإنت مش هتقعد تمسك كتب بقى وتدرس وبتعمل إنت فيه واحد بيسأل سؤال وإنت ممكن بمنتهى السجولة تعرف الإجابة على السؤال دوت بإن إنت تخش أونلاين أو تسأل واحد صاحبك فليه نقعد نأفور ونقول لك لا لازم الكاميرا تقع لازم تاخد إجازة ومش عارف إيه والكلام ده كله عشان كده أنا عجبني جدا موضوع الشباب الصغير اللي بيعمل فيديوهات ومش عارف إيه شيء ممتاز لأن هم ما بيأفوروش ولا بيتكلموا في أخبارات بقى مورقادة ومش عارف إيه بيعملوا دعوة إكسبريس اللي هو خد الكلام دوت عن سورة الأرعام طب خد الحتة دي عن خاطرة عن الجواز يعني كلام كده إيه صغير وسهل وابتاخدوا تستخدموا على طول وتنفزوا وقتا فاللي هو خاص إنجلس طالما أنت عندك رسالة أو معلومة معينة عايز توصلها في مليون طريقة توصلها بيه الحقيقة أسرع بكتير من إن إحنا نقعد من إن إحنا نقعد أصلا لو أنت تعرف شوية إنجليزي أو تعرف حد يعرف شوية إنجليزي قوله قوله ادخل على كورة وشوف الناس اللي بتتساءل دي بتتساءل عن إيه خشوا وجاوبوا على الأسئلة دي وابداوا الموضوع من هنا هتلاقوا إن لما تتحط في الموقف حتى لو أنت مش عارف حاجة الموضوع بيفرض عليك إن انت تبقى عارف الحاجة دي